بيبدأ الفيلم مع طالب اسمه جوني اللي اول ما بيدخل المدرسة كل البنات بتعجب بيه وبتجري عليه لانه وسيم ومشهور وبنعرف انه محبوب من ايام الحضانة ومن طفولته وكل البنات بتحبه وبنشوفه وهو قاعد في المطعم وكل البنات حواليه وعايزين ياكلوا معاه وبيكون زميله الولاد غيرانين منه لان كل البنات مهتمة بيه هو وبس وبيروح جوني وبيغزهم وبيقول لهم انه مش زنبه انه وسيم وبيتعصب زميله وواحد منهم بيقوله انه عنده حبيبة وبيوريهم صورتها وبيقول لجوني انه ما يقدرش يرتبط بواحدة زيه لان البنات بتحب شكله بس وانه عمل زي رجل الزينة الناس بتبص عليه من بعيده بس وبيتعصب جوني وبيتحدهم انه هيرتبط بأي واحدة بسهولة وبيفضل هو وزميله يدور على واحدة في حوش المدرسة لكن ما فيش ولا واحدة بتعجبه وفاجأ بيشوف بنت اسمها روبي وبتكون اجمل بنت في المدرسة وكل الشباب نفسهم يقربوا منها وبيعجب بيها جوني من اول نظرة وبيقرر انه يخليها حبيبته وبيتحدى زميله لان روبي بتصد اي شاب بيحاول يقرب منها لكن جوني بيقول لهم انه مش اي حد وما فيش بنت تقدر ترفضه وبيروح عندها وهو واثق من نفسه وبيقرب منها وبيقول لها انها عجبته وعايزها تكون حبيبته لكن روبي بتقوله انه غبي ومغرور ومستحيل تحب واحد زيه وبتسيبه وبتمشي وبيتصدم جوني وبيحس بالإحراج لانه اول مرة يطرفت في حياته وبيروح زميله يخففه عنه وبيقرر يساعده وبيعملوا اجتماع وبيقولوا له انه ما ينفعش يستسلم من اول محاولة ولازم يجرب تاني وبينصحوا انه لازم يعتذر لها لانها اكيد فهمته غلط وبيقتنع جوني بكلامهم وتاني يوم بيستنى روبي واول ما بيشوفها بيقول لها انه آسف وانها فهمته غلط وبيقرب منها لكنه بيتكعبل وبيوقع عليها بتقول له روبي انها مش عايزة تشوفه تاني وبتسيبه وبتمشي وهي متعصبة وبيحس جوني بالإحراج وبيكتبع مع زميله وبيقولهم انها ما قبلتش اعتذاره وبيقوله صاحبه انه لازم يبان بطل قدامها عشان تعجب بيه وبينصحوا يدفع عنها لو يعرف مشكلة او اتعرضت لتنمر وبيقتنع جوني بنصحته وبيركب معها الأوتوبيس وهي مروحة وبيفضل يرقبها من بعيد وبيتكون روبي واقفة جنب ستة شايلة ابنها وبتطلب من شاب انه يقوم ويقعدها مكانه وبيكون الشاب رافض يقوم لكن روبي بتحرجه قدام الناس فبيضطر يقوم وهو متدايق وبيعجب جوني بتصرفها ولما بتنزل روبي من الأوتوبيس بيروح لها الشاب وبيحاول يتهجم عليها وبيشوفها جوني وبيجري عشان يدافع عنها وبيمسك الشاب من رجله عشان يبعده عنها وبتساعد روبي وبتضرب الشاب بالشنطة على راسه وبتسل بالشرطة وبيخاف الشاب وبيهرب وبتروح روبي تطمن على جوني وبتسأله إذا كان تعور وبيفرح باهتمامها وأنه عرف يقرب منها وبيطمنها أنه كويس وتاني يوم في المدرسة بيحكي لأصحابه اللي حصل وهو مبسوط وفجأة بيشوف روبي وهي جاي نحيته وبتضحك وبيفرح وبيفتكرها وعد في حبه بسبب اللي عمله لكنها بتتجهله وبيتعدي من جنبه وبيعرف أنها بتضحك لبارك مدرس الفنون وبتروح تقف معاه وبيتصدم جوني وبيفتكر أنها بتحب المدرس وبيحس بالإحباط وبيحاول زميله يخففه عنه وبيفهمه أنه أكيد فيه سوق تفاهم وبيطلبه منه ما يضغطش على روبي عشان ما تكرههوش وبيقتنع جوني بكلامهم لكن فجأة بتدخل روبي للفصل عشان تاخد شنطتها وبيكون جوني عايز يتكلم معها علشان يسألها لكن أصحابه بيحاولوا يمنعوه لكنه بيصمم يروح لها وبيفضل ماشي وراها وبيطلب منها يبصلها لحد البيت عشان يحميها لكن روبي بتقوله أنها وصلت خلاص وبيتقوله يقدر يمشي لكنه بيقول لها أنه مش هيستسلم وهايفضل يعترف لها بحبه كل يوم وبيسند على صندوق البريد وبيكسره وبيتقوله روبي أنها تقول صاحب البيت وبتسيبه وبتدخل وبيرجع جوني للبيت وبياخد شنطة الأدوات وبالليل بيروح لبيتها وبيحاول يصلح السندوق لكن فجأة روبي بتيجي ولما بيشوفها بيتوتر وبيعور نفسه بالشاكوش وبتضر روبي يتاخده معاه للبيت وبتحط له لزقة طبية على الجرح وبتعزمه ويتعشى معاها وبيفرح جوني وبيوافق وبيعرف منها أنها عايشة لوحدها مع مامتها وبتضر تشتغل في مصنع بعد المدرسة لأن ظروفهم صعبة بعد موت باباها وبيتأثر جوني من كلمها وبيعرض عليها يعزمها على العشة المرة الجاية ويكلوا مع بعض لكنها بتحس أنه بيشفق عليها وبتتدايق وبتطلب منه يمشي ولما بيرجع البيت بيلاقي أهل وبيتعشوا وبيفتكر روبي وأنها بتاكل لوحدها وتصعب عليه وبيطلب منهم يوافق أنه يعيش في سكن لوحد وتاني يوم بتصحى روبي من النوم بتطلع البلكونة وبتتفاجئ أن جوني سكن في الشقة لقصدها وبيقول لها أنهم بقوا جران ومش هيسيبها لوحدها لكنها بتتوتر وبتدخل وبتسيبه ولما بيروح المدرسة بيلاحظ أنها بتبص على المدرس بارك وهو بيشرح وبيشك أنها بتحبه وبيحس بالغيرة وبيلاحظ المدرس أنه مش مركز في الحسة وبيحرجه بيدحك علي كل زميله بعدها بيرجع جوني للشقة وبيسمع ناس بتخبط على شقة روبي وبيعرف أن ممتها عليها ديون ليهم وهم جايين يطلبوا بيها وبيتكون روبي مستخبية جوه وهي خايفة وبيدخل جوني لشقةها من البلكونة وبيعرض عليها يساعدها لكنها بتكون مترددة وبيطلب منها جوني يتصق فيه وبيطلعوا البلكونة وبيخاطر بنفسه وبينطل شقةه وبيمدلها إيده عشان يشدها وبيتكون خايفة لكنه بيقدر يمسكها وبياخدها لشقةه في آخر لحظة وبيحضنها وبيقعوا على الأرض وبيكسر الناس الباب وبيدخلوا شقةها ومش بيلاقوا فيها حد وبيعرفوا أنها راحت لشقة جوني وبيدخلوا عليهم وبيطلبوا من جوني يسلمها وإلا هيتئذي لكن جوني بيحضنها وبيرفضوا أنهم يقربوا منها وبيتأثروا من تمسكوا بيها وبيقرروا يدوها فرصة تانية وبيسيبوها وبيمشوا وبتشكروا روبي على اللي عمله وبتكون عايزة ترجع شقةها لكن جوني بيمسكها من إيديها وبيقول لها أنه عزمها على العشاء وبيفرح أنها وافق تاكل معاه وبتحس روبي أنها بدأت تعجب بيه وتاني يوم بيروح المدرسة وبيكون عندهم حصة فنون وبيحكي لصحابه أنه تعشى مع روبي وفرحان أنهم بدأوا يقربوا من بعض لكنه بعدها لما بيشاور لروبي ما بترداش ترد عليه وبيلاحظ أنها بتبص على المدرس وهي بترسم وبيحس بالغياء وبعد الحصة ما بتخرص بيقرر جوني يروح لمكتب الأستاذ بارك وبيسأله إذا كان معجب بروبي لكن المدرس بيقوله أنه مهتم بيها عشان موهوبة في الرسم وعايز يساعدها بصفاتها طالبة عنده وبيعرف جوني أن المدرس مش بيحب روبي زي ما كان فاكر وأنه بيعملها زي أي طالبة عنده وبيطامن أنه لسه قدامه فرصة وفجأة بتدخل روبي عليهم وبتبدأ ترسم وبيديها المدرس نصايح عشان تطور موهوبتها وفي آخر اليوم بيتمشى جوني معاها وهم راجعين البيت وبيتكلم معاها عن الرسم وبيعرف منها أن حلمها تبقى رسامة زي باباها لأنه قبل ما يموت كان رسامة شهور وبيتقوله أن المدرس بارك بيشجعها تحقق حلمها وبيساعدها تاخد المنحة عشان تدخل كلية الفنون وبيتأثر جوني بحلمها وبيعجب بيها أكتر وبيروح يتكلم مع زميله وبيقولهم أنه بيحب روبي بجد وبيطلب منهم يساعده ويعترف لها بمشاعره وبيعرف منهم أن المدرسة عاملة رحلة ليلة راس السنة وبيتفق معاهم يعمل لها مفاجأة ويعترف لها بحبه في اليوم ده وبالليل بيتعشى معاها زي موعدها وبتشكره روبي على الأكل وبيتقوله أنه طعمه كان حل ولما بيخلصه بيخسله الاطباق مع بعض لكنه بيعرف منها أنها مش هتروح الرحلة وما بترضاش تقوله السبب وتاني يوم بيكون جوني راجع من المدرسة وبيشوفها وهي بتدفع فلوس الدين اللي عليها وبيتكلم مع راجل اللي أخد منها الفلوس وبيعرف منه أنها بتشتغل عشان تساعد مامتها وتسدد الديون اللي عليها عشان كده ما عندهاش وقت تخرج مع أصحابها أو تروح رحلات وبيتأثر جوني بكلامه وبيقرر يساعدها وبيتفق معاه أنه هيشتغل بدلها ويسدد معاها الدين من غير ما تعرف وبالليل بترجع روبي للبيت وبتلاقي جوني سايب لها العشا وبيطلب منها تاكل لوحدها عشان هو مش غول الأيام دي بعدها بتلاحظ أن جوني بقى بيرجع للبيت متأخر وبنعرف أنه بقى يشتغل عشان يساعدها تسدد ديونها لدرجة أنه ما بقاش عنده وقت ينام وبيطر ينام في الحصص وكل يوم بيسيب العشا قدام بيت روبي وبتفرح باهتمامه بيها لحد جوني ما بيقبط وبيفرح عشان هيقدر يدفع فلوس الرحلة لروبي وتطلع معاه وتاني يوم في المدرسة بيروح جوني للأستاذ بارك عشان يدفع لروبي تمن الرحلة لكنه بيتفاجئ أن الأستاذ بيطلب منها تبقى المساعدة بتاعته وبتشوف روبي وهو مبلول وبتدخلوا بيتها ينشف هدومه عشان ما يجيلوش برد ولما بيغير هدومه بيشوف صورة بابها متعلقة على الحيطة وبيلاحظ أنه شبه المدرس بارك وفجأة بيحضن روبي وبيعترف لها بمشاعره وبيقول لها أنه بيحبها أكتر من بارك وبتتصدم روبي من كلامه لكنه بعدها بيقع على الأرض وبتعرف أن درجة حرارته عالية وعنده حمى وبتعمله كمدات وبتفضل صهرانة جنبه طول الليل وبيفضل جوني يهلوس وينادي عليها وهو نايم وبيمسك إيديها وبتضحك روبي على تصرفه وتاني يوم بيصحى جوني وبيتفاجأ أن روبي نايمة جنبه على الأرض عشان تاخد بالها منه وبيفتكر اللي قاله مبارح وبيحس بالإحراج وبيعتذر لها أنه ما كانش في وعيه وبيتقول له روبي أنه لازم يرتاح وياخد أجازة من المدرسة ولما بتخرج من البيت بتلاقي الديان اللي عليها ليه فلوس وبيقول لها أن جوني يسدد باقي الفلوس وبتعرف أنه اشتغل وأرهق نفسه عشان تقدر تروح الرحلة معاه وبتتفاجأ روبي بكلامه وبتعجب بالعمل وجوني بعدها بيجي معادي الرحلة وكل الطلبة بتروح وبيفضلوا يلعبوا وبيقضوا وقت لطيف وهم مبسوطين وبيفضل أصحاب جوني يشجعوه عشان يعترف لروبي بمشاعره وأن دي الفرصة المناسبة عشان يقول لها أنه بيحبها ويرطبته وبالليل بياخدها جوني وبيتمشوا في الغابة وبيحاولي لما حلاها أنه بيحبها لكنه بيكون متوطر وبيكتشفوا أنهم تيهين وبيحاول جوني يطمنها لكنهم بيفشلوا أنهم يرجعوا لأصحابهم وبيضطر يعودوا ويسترياحوا لحد النهار ما يطلع وبيتفرجوا على النجوم مع بعض وبتكون روبي مبسوطة عشان تجوه لطيف وبتقوله نا عرفت أنه اشتغل عشان يقدر يخليها تروح الرحلة معاه وبتشكره وبتقوله أنه لطيف وبتعتبره وقارب شخص ليها وبيفرح جوني بكلامها وبيكون عايز يعترف لها لكن أصحابه بيوصلوا وبيضطروا يروحوا معاهم وتاني يوم لما بيرجعوا للمدرسة بيوزع عليهم المدرس نتيجة امتحالتهم وبيكون جوني فرحان عشان جاب درجات كويسة لكن بعدها بيعرف أن المدرس بارك هيسيب المدرسة عشان والده تعبان ولازم يسافر معاه وبتتصدم روبي من الخبر وما بتبقاش مصدقة أن بارك هيسيبها ويمشي وبتخرج من الفصل وهي حزينة وبيروح وراها جوني عشان يخفف عنها وبيلاقيها خبطت في واحدة زملتها ووقعت على الأرض وبيروح يطمن عليها لكنها بتقوله أنها كويسة وبتسيبه وبتمشي وهي متضايقة بعدها روبي بتروح تشتري ورد وبتقعد تحت شجرة تكلم بابها لأن النهاردة ذكرى وفاته وبتفضل تعيت وبتقول أنها مفتقدات وبتكون زعلانة وبتقول أن أي حد بتحبه وبيهتم بيها بيبعد عنها وأنها خايفة تفضل وحيدة وبيكون جوني قريب منها وسامعها وبيتأثر بكلامها وبيكون عايز يخفف عنها لكنه بيتردد بعدها بتروح روبي لمكتب الأستاذ بارك وبيديها أقلم رسم ولوحة هدية عشان تفضل فكرة وبيشوفها جوني وبيعرف النهارة زعلانة وبيعرض عليها يوصلها لكنها بتقوله أنها عايزة تتمشى لوحدها وتاني يوم بيكون جوني رايح المدرسة وبينادي على روبي عشان تروح معاه ولما بتفتح بيتفاجئ أنها تعبانة وحرارتها مرتفعة وعندها حم وبيدخلها عشان يخليها تستريح وبتنهر روبي وبتفضل تعيط لأنها مش هتقدر توضع بارك قبل ما يمشي وبيتقوله كمان أنها تخانقت مع بابها قبل ما يموت وفضلت مترددة تعتذر له ولا لا لحد ما مات وهو زعلان منها وبيتأثر جوني بكلمها وبينيمها عشان تستريح وبيروح المدرسة وبيحضر حفلة توضيع الأستاذ بارك وبيقولهم إنه كان فخور إنه درس لهم وبيطلب منهم يحققوا حلمهم ويدعموا بعض وبيتأثر جوني بكلامه وبيقرر يساعد روبي إنها تودعه قبل ما يمشي عشان ما تحسش بالندم وبيجري وبيروح لها بيتها وبيسندها وبيخرجها من البيت وبيكون صحابهم مستنيين ومعاهم كرسي متحرك وبيقعدوها عليه وبيأخدوها وبيجروا عشان يلحقوا الأستاذ بارك قبل ما يسافر وبتتكسر عجلة الكرسي وبيضطر جوني يشيلها على ظهره ويكمل بيها الطريق لحد ما بيوصل للقطر وبيركب معاها وبيفرجها على التلج وبينزل وبينجحوا إنهم يوصلوا للمطار وبيفضل يدور على الأستاذ بارك لحد ما بيلاقيه وبتنزل روبي من على ظهره وبتتحمل الوجع وبتروح له وبتشكره على اللي عمله عشانها وإنها بتحبه لأنه بيفكر أبوالدها وبيتأثر بارك بكلامها وبيقولها إنه فخور بيها وواصق إنها تحقق حلمها وبيطلب من جوني يفضل معاها وما يتخلش عنها وبيودعها وبيمشي عشان يلحق طيارة وبتعاية روبي عشان مش هتشوفه تاني لكنها بتكون فرحانة عشان قدرت تودعه وبيتأثر جوني بالموقف وبيفتكر كلامها لما كانت بتقول إنها خايفة تبقى وحيدة وبيفتكر ذكرياته معاها في الرحلة وبيجري عليها وبيحضنها من ظهرها عشان يخفف عنها وبيطمنها إنه هيفضل جنبها وإنها تقدر تعتبر والدها أو أخوها أو صاحبها لكنه مش هيتخلى عنها وبتفرح روبي بكلامه وبتشكره عشان دايما بيساعدها وبتقوله إنها حاول التقاوم لكنها ما يدرتش وبتعترف له إنها ويعد في حب وغصب عنها وبتسيبه وبتمشي وهي محرجة وبيتفاجئ جوني بكلامها وما بيبقاش مصدق إنها أخيرا حبته وبيروح وراها وبيحضنها وبيقولها إنه هو كمان بيحبها ومجنون بيها وبيتفقوا يرتبطوا ويكملوا مع بعض حياتهم وبكده أخيرا جوني بقى عنده حبيبة بتحبه بجد عشان شخصيته ومش عشان هو وسيم أو مشهور بيخلص المنا على كده لو أعجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصل لكل ملخصتنا الجديدة سلام